ترجمة نانسي قنقر التي باتت تحتلها مملكة البحرين انطلاقا من الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم والقائمة على أسس بناء وتوطيد الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة ومد جسور التعاون والعمل المشترك الذي يخدم الأهداف الإنسانية السامية وأشهد المجلس بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الدبلوماسية البحرينية من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عبر تسخير كافة الإمكانيات الوطنية لتحقيق المصالح العليا للوطن والدفاع عن مواقفه وقرر المجلس خلال جلسته الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وإحالته للحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون فيما تم تأجيل مناقشة التقرير التكملي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن التدريب المهني ترجمة نانسي قنقر